من جهتها أكدت بعثات الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنه ليس لديها أي علم مسبق بالانسحابات التي نفذتها القوات المشتركة وقالت إنها تتابع التقارير المتعلقة بانسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدة وجنوب المحافظة وصولا للتحيطة وسيطرة الحثيين على المواقع التي أخلتها القوات المشتركة وأشرت البعثة الأممية في الحديدة إلى أنها تقوم بالتنسيق بين الأطراف للتوصل إلى الحقائق وتدعو لضمان أمن وسلامة المواطنين في مناطق تغيير خطوط التماس